أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البطر هل ترى من فطور ثم ارجع البطر كرتين ينقلب إليك البطر قاسعا وهو حكير ولقد زيننا السماء الدنيا بمطابيح وجعلناها رجوما للشياقين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبكة المطير إذا ألقوا فيها تبعوا لها شهيطا وهي تقوم تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعتركوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأتروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يغسف بكم الأرض فإذا هي جمور أم أمنتم من في السماء أن يغسف عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمكثهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بطير أمن هذا الذي هو جند لكم ينطركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عثو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي ثويا أهداء من يمشي ثويا على طراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذر فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تجعون قل أرأيتم إن أهدكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين